اشتركوا في القناة في اخير الاخبار و اخير المستجدات و اهم العناوين لاخبار اللي اختارين لكم اليوم و اولها قد نبدأوا بهذا الخبر نداء عاجل من المغاربة جلالة الملك محمد السادس فالامر ولا اخطر مما كنا نتصور اما في الخبر الموالي فقد نتحددو على المخابرات الجزائرية على نفس الامر اللي ترى مع الديبلوماسيا الجزائرية وصلت هاد المرة للمخابرات الجزائرية ورؤوس كبيرة كالتغيير لكن كنشم مرائحة سيادة الفرنسية على الجزائر في الموضوع اما في الخبر الموالي قد نتحددو على السيد عمر هلال اللي كيفضح التناقضات دي الوزير الخارجية الجزائري وما زال الخسارة دي الديبلوماسيا الجزائرية رغم التغييرات الاخيرة اما في الخبر الاخير فقد نتحددو على السيد ناصر موريطان اللي كيكشف الاجراءات دي المنع انتزاع الاطفال المغاربة من ذويهم باوروبا الامر الذي اصبح يقلق الجالية المغربية فاشنكدير وزارة الخارجية لمواجهة هذا الامر الموخيف اول خبر الامر اصبح يزعج المغاربة المغاربة كما عرفتو يريدون بلادهم ويغيروا على بلادهم وكما كانوش يغيروا على بلادهم ما كانوش يوصلوا لهذا الدرجة انهم يطالبوا تدخل في الملك محمد السادس كما عرفتو الحكومات تتعاقب والمناصب والكراسي عليها الدباز وكل واحد يقسف شي كورسي يعجبوه ما يبغيش يغادره فهذا هو المشكل كما عرفتو الإخوان المملكة المغربية مملكة عريقة عندها تاريخ وما غاديش يقدر تشي واحد يمحي التاريخ ديال المغرب لكن كاين هجوم ممنهج على الموروث الثقافي ديال المملكة المغربية كاين محاولة سطو حقيقية على الموروث الثقافي ديال المملكة المغربية تفضل واحد الصمت رهيب من طرف وزارة الثقافة المغربية شنو كتدير وزارة الثقافة ما كتدير تاشي حاجة وصل الكاسي عمر حتى الفوق ويفيد اخدو الجليج بغاو ياخدو الجليج بطريقة يعني عبتية طريقة ديال الدماغ مجلج ديال بالصح وغادي نقول لكم هات المسألة هذي المغاربة اللي كيعيشوا في أوروبا رعارفيني عايش كان تحدث وقف حدا جزائري وقول الكوسكوس المغربي وقف حدا جزائري وقول القفطان المغربي وقف حدا جزائري وقول الشاي المغربي وشوف شنو غادي يجعبك باش تعرفوا بإن الأمر يعني خطة ممنهجة لسارقة المورود التقافي المغربي فالمغاربة إيلا ما كانش عند هاد الناس هادوا تاريخ يمشيوا بنيوا لهم تاريخ راه ماشي التاريخ ديال المغاربة اللي غادي تشفر وانا غادي نقول لكم الإخوان واحد المرة كنت في واحد تغطية في المعرض الدولي السياحة في مدريد وكنظن راه الإخوان شافوا التغطية وقفت حدا تونسي قفت حدا تونسي لابس اللباس تقليدي تونسي وكيف تخروا كيف يعتز باللباس تقليدي دياله وقفت حدا وسولتوا واحد سؤال وقلت ليه هاد اللباس تقليدي ديالكم كيسميتوا قل لي جباس كروتا هاك هي جلابة ديالنا حناية وما عندهم واحد جلابة مغايرة واحد طربوش مغاير يعني حمر معروف ديال تونسي هاد الناس عندهم تقافة ديالهم وعندهم الحضارة ديالهم جباس كروتا ديالنا وكان نعتز بيها وسولت وقلت له إلا ما كانش عندك تاريخ قال لي كيفش ما يكونش عندنا تاريخ وحضارة والتاريخ والحضارة ديالنا غادي نموتوا عليها فهاد الناس قدامهم تونس معمرهم تعدوا عليها ومعمرهم دلوا لها السطو اللي كيديروه للمغاربة كينهجوم فقط على المولود التقافي المغريبي قال لي كالشاي ديالهم قال لي كالجليج ديالهم قال لي كالقفطار المغريبي دابا حاليا وهي النقطة اللي كتفيه ديالهم برج ان هناك اعمال استفزازية كيستفزوا المغاربة تصور انهم كي يلبسوا يعني توني ديال الجليج وكيخرجوا يديروا اللايفات ويسبوه يعيروا في المغاربة الناس فاتوا كل الحدود ديالهم فاتش علاش بغاربة جمعوا وقروا انهم يرفعوا واحد المطلب لجلالة الملك محمد السادس اطلق شبان مغاربة امس الجمعة حملة رقمية ناشدوا من خلالها الملك محمد السادس بضرورة التدخل لجعل وزارة الشباب والثقافة والتواصل وزارة سيادية شأنها في ذلك شأن وزارة الخارجية ووزارات اخرى وجاء في مضمون العريضة ان ثرات المغرب وتاريخه يتعرضان لحملة سطو ممنهج من طرف عديمي التاريخ تهذف اساسا الى نزع الخصوصية الثقافية المغربية التي تميز المملكة عن غيرها من البلدان وتشكل مبدأ الاستثناء المغربي وتبعت العريضة ذاتها ان وزارة الشباب والثقافة المغربية بصفتها الجهة المسؤولة عن تدبير قطع الثرات ابانت عن عدم اهتمامها بالموضوع مشيرة الى ان الوزير لا يجد حرجا في مشاركة تاريخ وثقافة المغرب العريق الضارب في قدم الوجود مع دول تأسست البارحة بظهائر ومراسيم وزادت وزادت العريضة عينها التي اطلقها الناشط النشطاء بالمنسطات الرقمية او الناشط احمد بكريز ان الهدف هو جمع تأييد الجماهيري لمطلب جعل وزارة الثقافة قطاعا سياديا ذو اولوية قصوى كوزارة الخارجية باختصاص وعناية حصلية لصاحب الجلالة وابعاد المنطق الحزبي عن هذه الوزارة التي تمثل دعامة رئيسية في تحديد وعي الشعب وتأتي هذه الحملة بعد ضجة على فيسبوك وتويتر عقبة اخبار بخصوص اقدام وزارة الثقافة والفنون الجزائرية على تسجيل لباس الفرقاني القسنطيني وربطه بالقفطان المغربي لدى اليونيسكو وردا على هذه الخطوة الجزائرية قدم المغرب شكوى لدى لجنة تقييم تابعة اليونيسكو معتبرا انه لا يمكن ان يؤخذ القفطان ويقدم على اساس انه من ثراث الدولة المجاورة بعد ان سبق له ان وضع رسميا منذ شهرين ملف القفطان لدى اللجنة الدولية الحكومية لصوت التراث لسنة 2025 وتشدر الاشارة الى ان الحملة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تمكنت من تجاوز الف توقيع خلال الساعات الاولى من اطلاقها لكن كيبقى السؤال مطروح فين كانت وزارة الثقافة منش حال هدي علاش مضمناتش المغاربة حقهم امام هدستطو الممنهج علاش وزارة الثقافة بغت شارك المورود التقافي دي المملكة المغربية مع الناس ما عندهمش حضارة واشكا تبيع المغاربة هدا هو السؤال كيبقى مطروح واشو يزارة الثقافة بغت تبيع المغاربة بغت تبيع تاريخ دي المغاربة يجيوا فاص ويقولوا هاللمغاربة والسلام عليكم هادشي اللي كين ما يمكنش يعني المورود التقافي دي المغاربة يتهز ويدوز لدول اللي الله نشآت والبارح من الخر وزيد عليها السطو دي الجيران اللي ما عندهمش حضارة اللي الحضارة دي اللي هم بدأت سنة 1963 واندوزوا الخبر المواري متبينة الكرام وهنا قد نتحدثوا على تبون الذي يبعد الجنرال مهنة عن قيادة المخابرات فهل تسببت فضيحة التجسس على الهواتف داخل النظام الجزائري في صراع بين صناع القرار كما قلت لكم الإخوان فاشتحدثت على الخبر في العناوين أشم رائحة فرنسية في الموضوع أشم رائحة سيادة فرنسية على الجزائر في الموضوع كما سبقوا قلنا عبد المجي تبون أصبح غير مرغوب فيه من طرف فرنسا والشي هذا واضح هلاش لإنه ما قدمش الولاء كما يجب وخلا فرنسا تبان في واحدة صورة غير لائقة يقدر عن غير قصد يقدر عن قصد المهم هو أنه ما قدمش العمل دياله كما يجب فهلش علاش كانت يعني استخبارات قلنا نذكركم الإخوان في النهار اللي اللي مشا لبرتغال وتستقبل بالبيض في ذلك اللحظة هديك كانت يعني الزيارة ديال ديال عمد اللي مشي تبون سرية وحتى المصار اللي كان غير يديره طريق دياله كان سري علاش لإنه عارف أنه كين معارضين كتار وفي الممبان غادي يكون بالبيض وهذا ما بغا يوقع علاش بحكم أن المغاربة فاش كيتلقى جلالة الميك محمد السادس خارج أرض الوطن كيتهز فوق الراس وهذا يعقدهم في حياتهم فعلى ما يبدو أن كانت يعني استخبارات كتقول أنه غايدوز من ذيك المواقع وتصربات فهنا بدأ الشك بدأ تشكوك بينتهم على المستوى دي المخابرات ديهم فمن بعد الحملة اللي جات على الدبلوماسية والتغييرات للوزير الخارجية وصفراء وعدة يعني دبلوماسيين عندهم في البلاد هات المرة هذي وصل الأمر للمخابرات وتبون يبعد الجنرال مهن عن قيادة المخابرات أن نشوف التفاصيل لا تصير الأمور بشكل سليس بين الرئيس جزائري عبد المجيد تبون وقائد أركان الجيش السعيد شنقريح وقدر نقول لكم الحاكم الفعلي للجزائر من جهة وبين الشخصية الأبرز في جهاز المخابرات جبار مهن من جهة أخرى وذلك بعد اتهامات بالتجسس على مجموعة من مسؤولي الأمنيين والعسكريين مؤخرا وهذا المسألة دي التجسس هي خاصة كذلك بتبون والفريق دياله مش تعرفوا بأن كين قسامات داخل يعني قصر المراضية جبار مهن من جهة أخرى وذلك بعد اتهامات بالتجسس على مجموعة من مسؤولين الأمنيين والعسكريين مؤخرا وهو ما يؤكده إسقاط مهن من قائمة الترقيات التي كشف عنها قصر المراضية وإبقاء منصب المنسق العام لأجهزة المخابرات فارغة وخلال الأسبوع الجاري كشفت الرئاسة الجزائرية عن قائمة الترقيات والتوشيحات السنوية وكان من المنتظر أن يتصدر إسم جبار مهن القائمة ليشغل أعلى رتبة في المخابرات الجزائرية والتي تخوله التنصيق بين جميع الأجهزة وهو الذي يرأس حاليا المدير العام للوثائق والأمل الخارجي الأمر الذي كان مفاجئا وأكد وجود أزمة بين تبون ومهن ويرتبط إسم مهن بفترة العشرية السوداء وهو أحد الأعميد الرئيسية الجنرالات هذه الفترة التي تضم أيضا وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ومحمد مدين الشهير بالجنرال توفيق قائد مخابرات الأسبق وخلال الفترة الأخيرة بدأ المقربون من هذا الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تعرضه للتجسس من خلال تنصت على مكالمات عدة جنرالات من طرف تبون وشنقريحة وفي ميل ماضي انتشرت أخبار عن أن هواتف مجموعة من قادة الجيش والمخابرات السابقين والحاليين مخترقة عبر شركة الاتصالات موبيليس المملوكة للدولة التي يديرها منذ 2021 شوقي بوخزاني النقيب السابق في جهاز الدرك والذي كان قد اعتقل في مارس الماضي ثم جرى الإفراج عنه دون الكشف عن الأسباب واتضح أن للأمن علاقة بصراع الأجهزة في البلاد بسبب اتهامه بالتورط في عمليات التجسس المفترضة هذا هو الموضوع المتابعين الكرام كما قلت لكم كان شما رائحة فرنسية فالموضوع هاتش علاش كي نهد الإعفاءات هذه وبطبيعة الحال هما كلهم عارفين نفسهم أنهم مخترقون فشكي يكون عندك واحد الجهاز استخباراتي مخترق فكتكون معدب في حياتك هذا هو هذه النعمة اللي عند المغرب هو صعيب تختار الجهاز الاستخباراتي دي المملكة المغربية ندوزوا الخبر الموالي متعين الكرام ومن استخبارات طبيعة الحال هاتش ندوزوا الدبلوماسية كين شو تحويش كين استخبارات وكين دبلوماسية اللي كانت عندك دبلوماسية قوية ومخابرات قوية عرف راس كتكون في القمة وما كين ش اللي غضي قدر عليه فهذي ندوزوا تحدثوا على سيد عمر هلال اللي كيفضح تناقضات دي الوزير الخارجية الجزائري فسيد عمر هلال في الند سيد عمر هلال الممثل دائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في الند تناقضات وزير شؤول خارجية الجزائري أمام حركة عدم الانحياز مؤكدا أن الجزائر تستغل مبادئ الحركة لتسويقها في المنتدايات الدولية في الوقت الذي تتمادى في خرقها منذ عقود وقال هلال في كلمة له ردا على مداخلة لأحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري في اجتماع وزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز المنعقد حاليا بباكو في أذربيجان والذي نادى فيه بتشبث بلاده بمبادئ الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وربط كالعادة القضية الفلسطينية بقضية السحراء المغربية إنه بعكس ما يدعيه الوزير الجزائري فإن بلاده تستغل هذه المبادئ لإجترارها وتسويقها في المنتدايات الدولية لإجترارها عجبني هذا المصطلح هذا صراحة يليق بالدبلوماسية الجزائرية لإجترارها وتسويقها بمنهجية منذ عقود وأضاف رئيس الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع استمع وفد بلادي لمداخلة أحد أحضاء حركتنا يوم أمس ينادي فيها بضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة والتشبث بالمبادئ المؤسسة لعدم الانحياز هي المبادئ التي مافة المغرب يدافع عنها دائما وينادي باحترامها دون انتقائية خاصة تلك المتعلقة باحترام الوحدة الترابية للدول وفض نزاعات بالطرق السلمية وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وشجب السفير بشدة ربط القضية الفلسطينية العادلة بالنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية من أجل شرعانة أجندة وطنية أداتها جماعة انفصالية مسلحة لها روابط بالشبكات الإرهابية والجريمة الدولية المنظمة حسب العديد من تقارير الدولية هنا سنفهم الخرقة التي اخترعوا الميليشيات البوليزاريو حاولوا يشبهها فلسطين يعني منذ نشأة ميليشيات البوليزاريو على يد الجزائر وهي تحلم بإعطاء نفس الصيغة الفلسطينية لمرتزقة البوليزاريو التي تاريخ تحدث عليهم كما ذكر هلال مسؤول جزائري الذي تصير بلاده على مقارنة قضية فلسطين باستحراء المغربية بأنه قد أجرم في حق قضية الأمتين العربية والإسلامية بتناسيه عنوة للطلب الفلسطيني الصريح الذي جاء على لسان رئيس ديبلوماسيا الفلسطينية سنة 2015 برفض دولة فلسطين المطلق لكل المقارنات المغلوطة والمشبوهة بين قضية سحراء والقضية الفلسطينية وفلسطين أعباد الله كتقول لكم بعد مني ما تشبهوش القضية الفلسطينية بقضية السرزاق اللي خلقتوها في شمال إفريقيا هذا هو الطلب ديالفلسطين فهذا جرم حق فلسطين أنكم كتعدووا عليها وكتشبهوها بالمرتزيقة فلسطين كتغوط وكتقول لكم أعطيونا بتسع وبركة ما تشبهوا ما لا يشبه بواحد الحركة انفصالية أسستوها وغديتوها وجاين كتشبهوها بقضية عادلة للعرب كاملين كيتقاتلوا عليها وكانت عندهم رغبة أنهم وصلوا القضية ديال المرتزقة جامعة الدول العربية كما ذلوا في الاتحاد الإفريقي سابقا لكن هذا كيبقى حلم صعب المنال وما قدروش يوصلوا ليه ندوزل الخبر الأخير متابين الكرام وهنا غنتحدث على السيد بوريتا موضوع مهم جدا كيهم الجالية المغربية المقيمة في الخارج تحدث عليه السيد وزير الخارجية المغربي أخيرا لأننا كنتظروا هذا الموضوع بشغفه منذ مدة موضوع اللي يخلق واحد الهاجس الجالية المغربية المقيمة في الخارج وهو انتزاع الأطفال من ثويهم يعني أنك العائلة المغربية التقاليد ديالها تقاليد ديالها اللي بعض الدول الأوروبية كتعتبرهم مخالفة للقانون كيخلطو وكينتزعو طيفل ديال العائلة وباش علاش الإنسان مغرب علاش الإنسان كيعيش على وديت وليداته فهذا الموضوع هذا اللي كيخلق واحد الهاجس والمشكل اللي هو أكتر واللي كنظن أن السيد وزير الخارجية المغربي ما تطرق ليش وانا ناعد نركز عليه وليس فقط مشكل ديال تقاليد فقط فحسب لا بل هو مشكل كذلك حتى ديال الحالة الاجتماعية ديال الأسر فاش كتكون الحالة الاجتماعية ديال الأسرة هشة كتكون ضحية هما الأطفال بلس الدول الأوروبية وبعض الدول الأوروبية ما تساعد هاد العائلات باش يبقوا مجموعين مع وليداتهم إنهم لأن الفقر ماشي جريمة إنسان كيكون خدام وحد النهار كيبقى بلخدمة إنسان كيكون غديم زيان راكين الدول وكتضربها أزمات فكيفاش من بعد ما انتهى العمل ديال هاد سيد هذا ما لقاش السكان ما لقاش فين هي المساعدات واش أنتم ما بغيتوا هاد الجالية هدي فقط تجي تخلص الضرائب وتمشيف حالها فين هي المساعدات للي من حق الشعوب الأوروبية ككل الجالية تجي تخلص الضرائب والسلام وإلما قدرت تشكري ولما قدرت تخلص الواجبات ديالها أجيو ناخده منهم وليداتهم وسالينة لا ماشي هذا هو الأمر نشوف واش قال سيد وزير الخارجي المغربي ناصر بوريطا ونكمل الموضع ديالنا كشف وزير شؤول خارجي وتعاول الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا عن إجراءات وزارية متخذة حيال ظاهرة انتزاع الأطفال من أسرهم من طرف المصالح الاجتماعية ببعض دول أوروبية وقال بوريطا بأن الوزارة من فكت تلح في لقاءاتها الثنائية مع الجانب الإسباني تحديدا ومع باقي الدول الأوروبية على مراعاة الخلفية الثقافية للجالية المغربية وضرورة إشراك المصالح الاجتماعية للقنصليات في عملية إصلاح ذات البين في الأسر قبل اللجوء إلى القضاء من أجل انتزاع أطفال عن أسرهم ونجاوبك سيد ناصر بوريطا ونقول لك حتى القضاء لم يصلوا ليه في عدة أحيان بل يكتفيوا بالسوسيال يخلط على العائلة ويقول لهم الإبن تنزع منكم ونجد القضاء تجري مع راستك لم يصلوا لك حتى القضاء ونجد أن نكون وابحين فهذا يحكم يحكم يأخذ لك الإبن ويجعل تعيش الأمر فهنا سيد ناصر بوريطا يطالب بتدخل مصالح الاجتماعية دي القنصليات لم يكنش معراعات لهذا الأمر نهائيا تماما المسؤول الحكومي ردا على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن فريق تقدم الاشتراكية فريدة خنيتي وكنشكر هاد البرلمانية هدي اللي اقتمت السؤال هذا صراحة ما أحواجنا لهذا النوع دي الناس هدو صراحة في البرلمان ما أحواجنا لهم مواضيع لي هي مهمة واللي طالما تحدثنا عليها في القنوات دينا واللي كتعيشها الجالية المغربية فكنت منه الصوت يوصل وهذا موضوع من المواضيع شائكة شائكة أوضح أن أساس الإشكال يكمن في عدم استيعاب القادمين إلى أوروبا لقوانين بلد الاستقبال وحقوق الأطفال التي تأخذها هذه الدول مأخذ الجد إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجدري في تربية وهي لا تتعلق فقط باستيعاب القوانين بلد الاستقبال وحقوق الأطفال نعمل في القنوات دائما لنحاول نشر الوعي عند الجالية المغربية تحديدا في الخارج لكن الأمر أبعد من ذلك لكي تلقى عائلة اللي قدات أزيد من 30 سنة في المهجر ولكي تلقى واحد العائلة لشباب اللي تزادوا وكبروا في أرض المهجر وتجوجوا وجووا وخدولهم الأبناء دي لهم علاش حيث الحالة الاجتماعية دي لهم ما كتسمحش شنو الحالة الاجتماعية أنا كننضروا على الماديات وخصوصا في إسبانيا إن إسبانيا المساعدات المادية للأسر ضعيفة جدا وما كتكفيش باش دوك الأطفال يعيشوا في واحد المستوى اللي كيرقى للتطلعات دي البلد فبما أن الدولة ما كتساعدش كيكون اللجوء لأخذ الأطفال وذوق الأطفال اللي كيتخذوا من والدهم كيتصرف عليهم أموال طائلة في المراكز فهنا كننضروا إلى واحد اللوبي خطير علاش ذلك الفليسات هذه ما تصرفش على الأسرة ويبقى ونحاربوا وبالتالي نحاربوا التفكوك الأساري حنا ما كنقولوش أن هذه العائلات تمشي تكاوت نعس لا سيقلب على خدمة اججاهد اليد العليا خير من اليد السفلة وهذا هو الدين دينا ولكن راه الناس قطيح في ظروف قطيح في ظروف ويكونوا مجبارون على أنهم يخليوا السكن ففشكة جنت تخلي السكن يجيوا لك المصالح الاجتماعية يقولك فين غا تمشي فين غا دينمشي أنا مشي للوتين غا نخص بلد الفلوس 200 الأورو في النهار ما عنديش الناس ما كيبغيوش يكريو مشكل كبير عويس فخص يعني يكون حوار وراه ما شي غير الجالية اللي كتعاني رات اسبان اسبان عن أب وأمك يعاني ومن هاد المشكلة هذا هذه الأخبار دينا اليوم وتابعينا كرام تمنى تكون قاتلكم وما بيخروا على خير في سحة جيدة وفي أحسن الأحوال تشوفكم إن شاء الله فيديو خور وموضوع خور تكونوا دائما في أحسن الأحوال دومتون في رعاية الله والسلام عليكم